طيب خلينا نروح للخبر البعض كده معنا مايار شريف مايار شريف طبعا تعرفين حضراتكم انها حصلت او خدت بطولة برما للتنس الارضي وهي احد البطولات الكبرى في التنس وبالفوز ده مايار شريف طبعا دينك متناد منتنادي النادي القليل ومنتخب مصر مايار شريف بفوز على البطولة برما في ايطاليا قفزت او يعني ارتقت في التصديف العالمي 25 مركز لتصبح في المركز 49 وبالمناسبة ده كان مركزها قبل الاصابة تقريبا 48 49 فكده الحمد لله يعوضت ما فاتها في الاصابة مايار الحقيقة كسبت المصنفة السبع عالميا الوينانية مالية سكاري في النهائي بمجموعتين اللي ما فيه سبع خمسة ستة تلاتة يعني مش بطولة سهلة النهائي كان مع المصنفة السبع عالميا مايار شريف كانت عملت بطولة تاريخية بعد فوزها طبعا عليها بكتير ووصولا للنهائي زي ما قلت لحضراتكم والحقيقة شفنا يعني استقبال كبير لها في مطار القهرة بعد عودتها ألف مبروك يا مايار وإن شاء الله مزيد من التوفيق وإن شاء الله عايزين ارتقاء أكتر هي خلاص دخلت في الطوب 50 هي دقيقة في التصليف 49